اشتركوا في القناة إنه لا وجود لتقدم في الحل السياسي أو في المساعي لوقف إطلاق النار فيما أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية مؤكدا نزوح أكثر من 160 ألف شخص من الأتارب ودارة عزة بريف حلب الغربية لا جديد في مجلس الأمن حيال المشهد السوري المعقد على ما فيه من جرائم إنسانية تجاوزت الأعراف والمواثيق الدولية وانتهكت القوانين بمجازر مروعة وإبادة جماعية لم يشهد العصر الحديث لها مثيلة الجلسة الحالية ناقشت تطورات المشهد الأخيرة وحملت اتهامات مباشرة على لسان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون لروسيا بدعم نظام الأسد في هجماته المتواصلة التي سببت نزوح أكثر من 900 ألف مدني آملا في نهاية خطابه التوصل إلى تسوية لحل الخلافات والاستمرار بالتسوية السياسية من خلال دعوة اللجنة الدستورية لاستكمال أعمالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ركز في خطابه على الكارثة الإنسانية المتفاقمة مبديا أسفه من أن معظم القتل هم من الأطال مشيرا إلى تهجير أكثر من 160 ألف شخص من الأتار بودارة عزة خلال الأسبوع الجاري لوكوك أشار أيضا إلى امتلاك الأمم المتحدة لتقارير عن رضع وأطفال صغار يلقون حتفهم أثناء فرار أسرهم من القصف الجوي والمدفعي إضافة إلى تسجيلهم استهدافا مباشرا لمخيمات النازحين وكذلك فإن المرافق الخدمية والمشافية لم تنج من القصف وقد بلغت إحصائية الأمم المتحدة الموثقة نحو 72 مستشفى ومركزا صحيا أوقفت أنشطتها الولايات المتحدة الأمريكية حملت نظام الأسد وروسيا مسؤولية التصعيد الأخير وقالت المندوبة الأمريكية إن الهجمات التي يتعرض لها إدلب يجب أن تتوقف في أسرع وقت غير أن الرد جاء حاضرا لدى المندوب الروسي الذي ضرب عرض الحائط بكل الاتهامات الموجهة مؤكدا ادعاء موسكو المتواصل بمحاربة الإرهاب وداعيا إلى وجوب مواجهة مواصفها بالجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة وبسط سيطرة نظام الأسد على كل الأراضي ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني نرحب مجددا بالدكتور باسل حاج جاسم الكاتب والبحث في شأن التركي والروسي ضيفنا من أمستردام وتنضم إلينا الدكتورة ساميرا مبيض عضو اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني أرحب بكما وأبدأ معك دكتورة ساميرا تقرير اعتياد روتيني لجير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا لا جديد إلا استعراض لمجموعة أمور طيب ماذا عن اللجنة الدستورية؟ ماذا عن ملف المعتقلين؟ ماذا عن كل الملفات التي يتم الحديث عنها ومتابعتها؟ وكامنا المفترض أن يكون بها أي تقدم؟ نعم مساء الخير لكم ولي المشاهدين طبعا ما جاء بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي كما تفضلت لا يخرج كثيرا عن ما كان في الأجلسات السابقة في فونه توصيف بشكل أو بآخر لمجريات الأحداث لكن رغم ذلك يمكننا قراءة بعض المؤشرات التي تربط ما يحصل من عمليات عسكرية بالعملية السياسية والتي تشير تكرارا ومرارا إلى أن العملية السياسية لا يمكن أن تكون إلا بوسط بيئة يعني يكون فيها المدنيون في هذه المناطق بأمان أو بمناطق آمنة وبعيدا عن عمليات القصف والتدمير فقد ذكر في هذه الإحاطة أيضا أن الشاغل الأول اليوم هو حال المدنيين والوضع الكارثي كما تمت الإشارة أيضا بربط بين المسار السياسي والقرار 22-54 مع وجود الفصائل الإرهابية وذكر بشكل خاص هتش هي تحرير الشام في هذه الإحاطة وأيضا ذلك إن دل على شيء يدل على أن هناك أمور يعني دعني أقول لازالت تعتبر تؤجل أو يكون عبرها المسار السياسي غير ممكن التطبيق طالما هذه الأمور لازالت تحصل أو واقع على الأرض ومن أهمها طبعا العملية العسكرية نعم دكتورة سميرة بهذه جزئية تحديدا المبعوث الأممي قال حرفيا إنه لا يمكن الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي وهو يقصد العمليات العسكرية التي تتم حاليا أو حتى لإحياء العملية السياسية هل هذا يعني عدم تفاؤل أممي بملف اللجنة الدستورية يعكس صورة عامة في أرويقات الأمم المتحدة؟ أعتقد أنه يعني نوع من أنواع الضغط نحو إنهاء هذه العمليات العسكرية أو إيجاد حلول فقد فإن ربطنا هذه العبارات أو المؤشرات مع ما جاء في بنود أخرى على الأخص بضرورة أن تصل تركيا وروسيا وهما دولتان قادرتان على الوصول لاتفاق يعني يحمي أو يجنب المدنيين هذا المصير وما يعانون منه اليوم من تهجير ومن نزوح ومن قصف فذلك ممكن إذن هناك إشارة إلى أن هناك إمكانية إيجاد حل لكن هذه الإمكانية لا يتم تفعيلها فبالتالي يعني الكرة من جديد في ملعب تركيا وروسيا بحكم كونهما الدولتين القادرتين اليوم على إيقاف هذه العمليات وهناك اتفاقات وإن لم تكن معلنة حول الشكل النهائي لمناطق الهيمنة وتوزع القوى في هذه المناطق وما نطالبه نحن اليوم نطالب به كسوريين وأيضا كما جاء في حاطة الأمم المتحدة بكون المدنيون هم الأولوية لهم الأولوية في هذه المرحلة من أجل أن تنطلق العملية السياسية والتي لا زالت معطلة بناء على ذلك أنتقل للدكتور باسل حاج جاسم دكتور كان من الملحوظ أثناء جلسة مجلس الأمن بأن أغلبيت الدول تكلموا بطريقة حادة تجاه روسيا اليوم روسيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع مع الأحداث على الأرض لكنها أيضا في موقف محرج أمام الرأي العام العالمي وفي أروقة المجتمع الدولي كيف يمكن أن تتصرف روسيا برأيك؟ في الواقع موضوع الحرج الدولي بحسب تجارب في دول أخرى أو حتى في سوريا خلال التسع سنوات الماضية هذا أمر لا أعتقد له أي أهمية أو لا أحد يعيره حتى جدية كبرى أيضا بالنسبة للموضوع الإنساني نفس الشيء لاحظنا في تجارب في أكثر من منطقة نفس الموضوع يتكرر لكن ربما الشيء الذي لا بد من ذكره أنه عندما تكون هناك لا أقول إرادة دولية إرادة من الدولة القادرة على إحداث أي تغيير لا تلجحية لمجلس الأمن وتتصرف بشكل منفرد بالتالي أي تعويل على دور أممي أو دور لأي طرف يسمى مجتمع دولي عديم الجدية وليس له أي معنى في مثل هذه الظروف الطرف الأقوى والذي يمتلك الأرض هو من يفرض شروطه هو جميع بعدها مضطرين للتعامل مع هذا الأمر خصوصا إذا كان هذا الطرف يمتلك حق النقض داخل مجلس الأمن هذا من ناحية من ناحية أخرى علينا أيضا أن لا نستبعد كما قلت في المداخلة السابقة إمكانية الوصول لأي تسوية في اللحظة الأخيرة لأنه لا موسكو ولا أنقراء ترقب بإضاءة كل ما حققته طوال السنين الماضية معروف أن خلال بداية التدخل العسكري الروسي في سنواته الأولى بقي ينقصه دور سياسي لذلك لاحظنا التعاون مع دول إقليمية ودول عربية التي تتغير بشكل كبير ساحة تموضع القوى أو خارطة تموضع القوى لذلك اليوم ليس هناك ربما كيف أوصف أنه لا تريد إضاءة كل ما حققته في لحظة طيب أعود إلى دكتورة سميرة دكتورة سميرة في ظل الانهيار الأخلاقي وفي ظل كل ما يحدث من أزمة إنسانية أو كارثة إنسانية بالحقيقة في إدلب وكل هذه العمليات العسكرية فعليا وواقعيا ما هي قيمة اللجنة الدستورية والعملية السياسية أصلا حتى للمعارضة وحتى لتشكلات السورية لماذا يتم التمسك بها وعلى الأرض كل هذه الجرائم تحصل نعم يعني في الواقع اللجنة الدستورية ووفق القرار الدول 2254 تدخل ضمن مسار الحل السياسي لكن ضمن شروط كما ذكرت قبل قليل وهي أن يكون هناك بيئة آمنة تسمح بهذا المسار السياسي بأن يكون فاعلا هذه البيئة الآمنة ترتبط بدورها بالعمليات العسكرية وما يحصل على أرض الواقع من قصف وتهجير إذن الأمور جميعها مترابطة ومتشابكة لا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن ننظر لجزئية ونترك باقي الجزئيات اليوم نحن على عتبة هامة جدا وهي أن هذه المنطقة تضم أربع مليون شخص معظمهم من المدنيون ونسبة بسيطة يعني من هذه الجموع الموجودة من الفصائل الإرهابية يتم قصف وتهجير الملايين بسبب وجود هيئة تحذير الشام وغيرها من المسميات الفصائل الشبيهة بها لكن في الواقع هناك اتفاقات بين هذه الدول هناك اتفاقات بين تركيا وروسيا كان يفترض الالتزام بها وتفكيك هذه الفصائل هذه الفصائل التي تستخدم اليوم ذريعة لقصف المدنيين وتهجيرهم وكأنها أدات للدفع بي هؤلاء من مكان إلى آخر بسياق تغيير ديمغرافي طال كافة أنحاء سوريا وها هو اليوم أيضا يتم على مرأة من عيون الجميع إذن ليس الأمر لا يتعلق باللجنة السورية وتحميل المسار السياسي يعني ما قال ليس لا يحمله وليس له به أي مكان يعني لا يدخل فيه السياق السليم برأيي مع الاحترام تقدير طبعا لرأيك بتحليل الأمور الأهم اليوم هو أن ننظر على أرض الواقع ما هي الحلول بداية يجب تفكيك هذه الفصال الإرهابية هناك من يمولها هناك من يمدها بالسلاح هناك من يفتح الحدود يجب أن يتوقف ذلك من أجل حماية المدنيين وإلا لا حماية المدنيين يعني جميعها درائع وجميعها دعني أقول يعني تصريحات في الهواء لكن على أرض الواقع هؤلاء هم من يعانون إذن الأمر لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بسياقات أخرى أو بالأمم المتحدة وإلى ما هنالك كما تفضل الزميل على أرض الواقع هناك فاعلين من هم هؤلاء الفاعلين هم تركيا وروسيا تركيا من جهة المعارضة عليها التزامات تتطلب أن تحل هذه الفصائل من أجل حماية المدنيين أكثر من ذلك عدم الدفع بهم أيضا للهجرة والتهجير من المكان بالنسبة لروسيا طبعا ما تفضلت به أيضا حول على كل حال الحديث بهذا الملف طويل جدا دكتور ساميرا عذرا لديق الوقت أشكرك كثيرا دكتور ساميرا مبيض عضو لجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني وأشكرك أيضا الدكتور باسل الحاج جاسم الكاتب والبحث في أشياء التركي والروسي كنت ضيفنا من أمستردام وشكر دائما وصول لكم مشاهدي تلفزيون سوريا بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم تفاصيل أوفة تجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على موقع التواصل للاجتماعي دمتم بألف خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر